بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم دايما الآيات في ذكر الله قوي عزيز حكتين رؤوف الرحيم الرحمن الرحيم لازم يبقى مزلوك صدق الله العظيم هذه الآية العظيمة في صورة الحديد رقم 25 هذه الآية لها مهم جدا في درس النهاردة وأنا كل فيديو بقول ببدأ بآية قرآنية هذا الفيديو بدأت بهذه الآية لأنها هي أساس صياق هذا الجزء من المنهج طبعا الحديد ربنا بقوله وأنزلنا الحديد طبعا الحديد نزل للأرض في رخات في الأرض وهي كانت ملتهبة الحديد الشمس كانت بترش رخات كده زخات فيها حديد فالحديد والأرض ملتهبة استركز في باطن الأرض لأنه تقيل نزل تحت في باطن الأرض ربنا بيقول وسبحان من هذا كلامه فيه منافع للناس ربنا أنزله من السمى فرخات على الأرض فيه منافع للناس أولا ربنا قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مش له بأس شديد الناس كانت بتفسر له بأس يعني صلابة فيه موضع أصلب منه لكن قال لك فيه انصايت داخله فيه وجدوا العلماء زي ما عارفين وجدوا العلماء أن طاقة الترابط النووي لزرات لنيوكلونات الحديد نيوكلون يعني مكونات النواء أكبر طاقة الترابط على الإطلاق في الكرة الأرضية حتى قيل أن كمية طاقة الطاقة النتيجة من طرابط زرات الحديد أدى الكون كله أدى زرات الربط في الكون كله إذن زي الشيخ الشعرون قال هو نزل من السماء فإذن أما كلمة منافع للناس كانوا زمان يقول لك منافع إيه حنصنع منه السيوف السككين الفوس اللي احنا كنا بنستعمالها دي منافع أي نعم ولكن لا يخطر على بال في ذلك الوقت نزول القرآن أن الحديد ما نقدرش نستغنى عنه ولا دقيقة واحدة أنت ما نقدرش تسمعني دلوقتي من غير الحديد الله لئي يا أستاذ أحمد لأن الحديد بتعمل منه المغناطيس الكهرابي والدينامو المولد الكهرابي لازم يدور فيه المنافع فيه حديد ما جاء المغناطيس يصنع حديد المغناطيس الكهرابي كل حاجة حتى الاستقبال جهاز الاستقبال اللي أنت قاعد بتستقبل فيه فيه دائرة استقبال بيكون فيها دايما مغناطيسات كهرابية وملفات فيها قلب حديدي وجميع الأجهزة المنزلية يا أما ملفات يا محولات يا جميع الأجهزة اللي في البيت كله شغال بالحديد يبا المنافع دي كتير جدا لأنه بتعامل منه المغناطيسات إحنا بنشرح لهذا الفصل التاني في المنهج اسمه التأثير المغناطيسي للتيار الكهرابي وأنا شفت الزملاء كلهم فوق رأسنا من فوق شرحوا الجزء ده بس إحنا فيه خلل معين طبعا المنهج كان مضبط قبل كده في المناهج الأديمة إحنا خدنا الفصل الأول من الوحدة الأولى الكهرباء التيارية والكهر مغناطيسية إن فيها كهرباء الفصل الأول كهرباء قانون قوم للدارة المغلاقة وقانون كورشوف ووالآخر والتوصيل الأعمدة والبطريات وكل ده كهرباء حنتنقل بقى إلى مغناطيسية في خلل هنا وأنا خبير مناهج في الوزارة وأقول لك أنا دلوقت يعني كلام بناء عن الخبرة إن لازم يتخذ المغناطيسية بالتفصيل ثم بعد ما ناخد الكهربية والمغناطيسية نربوطهم الفصل الثاني بيقول لك إن المجال التياري الكهربي التياري الكهرباء الكهرباء تولد مجال مغناطيسي وده الفصل الثاني وكله اكتشف في العالم أرصد ونحن نتكلم فيه بالتفصيل الفصل الثالث العكس أن المجال المغناطيسي يولد كهرباء اكتشف ذلك العالم فردي بعد كده سناخد تغيير مجال كهرباء ومغناطيسي الرابع يدينا مجاد كهرومغناطية تنطلق من الدائرة المهتزة وصل على هيئة مجاد كهرباء مغناطيسي يبدأ ربط المنهج بترتيب علم منطقي سليم زي ما هو موجود أنا قدام المراجع كلها ماشي هذا التسلسل المنطقي نبدأ الأول نتكلم في الحصة دي بالذات أو المحاضرة دي هتكلم بالتفصيل عن المغناطيسي واحد يقول المنهج يتمدد أنا مليش داخل يتمدد أنا بشرح مادة علمية بوضحها منها مقرر ومنها غير مقرر لكن لما نشرح أشرح أزأتوتل المادة كلها تتشرح صح المغناطيسي تتشرح صح لأنها كان سبق دراسيتها في كل سنوي وشالوا الحتة دي من أول سنوي فعشان نربط المنهج سليم وكل شوية هنرجع اللي أنا هقوله فنقوله من الأول المغناطيس سموه مغناطيس ليه والمغناطيسية جات أصلها من إيه اكتشاف المغناطيسية قبل الميلاد كان الراعي زمان يمسك العصة بتاعته في آخرها حتة جلبة حديد كده هو بيرعي الغنب عصة فيها جلبة حديد في آخرها كده فكان في بلد في أسيا اسمها ماغنيسيا كان دايما فيها جبل في حجارة مغناطيسية فكان العصة تنجذب جهة المغناطيس حتى لو رح من هذا الجبل اللي فيه مادة خام الحديد للمجنطايت بتيجي للحصة تنجذب ناحية الحتة دي فخدوا منها حجارة لقوها الحجر المغناطيسي ده خصائص مغناطيسية تجذب الحديد فسميت مغناطيسية نسبة إلى ماغنيسيا هي في الصين وغنوب أسيا ده ماغنيسيا دي سموه ماغناطيس فالمغناطيس نوعين الماغناطيس الطبيعي الحجر الماغناطيس الطبيعي وكل كلمة هقولها هورها لك في المراجع الآن لأننا عاوز الطلبة يشوفوا الموضوعات دي عشان هما جاءت طلبة في مرحلة سنوية هيدرسوا بعد كده في الجمعة ويعتمد على نفسه في البحث والتحر والجمع المعلومات فالمغناطيس الطبيعي اللي هو الحجر الطبيعي ده مغنط طبيعيا أما المغناطيس اللي الدم ده مثلا ده مغناطيس صناعي يعني هما مغنطوه طب حتة المغناطيس عبارة عن إيه حتة حديد الحديد دي فيها جزيئات جزيئ زرات الحديد بيمشي فيها إلكترونيات فردي فبيعمل وهو دوران ويعمل مجال المغناطيس المجال المغناطيس يبقى له قد بشمالي وجنوبي بس حتة الحديد الجزيئات اللي فيها غير مرتبة عشوائية التوزيع فعشوائية القدب الشمالي والجنوبي لذلك ليس لها لا قدب شمالي ولا جنوبي لكن لو رتبناها الشمالي كله في جهة واحدة والجنوبي وجهة واحدة تبقى ده مغناطيس له قدب شمالي وجنوبي شمالي حنقولك له سموه شمالي لأن الأرض لها مجال مغناطيس حتكلم فيه برضو فالمغناطيس لما يتحط في مجال الأرض قدبه الشمالي يشير نحو الشمال نحو الشمال بتاع الأرض فسموه باحث عن الشمال نورس إن والتاني باتجه جهة الجنوب سورس إس سورس إس طيب إذن المغناطيس لو أنا جبت قطعة حديد ومغنطها طب تمغنطها إزاي يا أستاذ بالدلك فيه تمغنط بالدلك زي فيه كهرباء بالدلك وفيه كهرباء بالتلامس وفيه مغنطة بالتلامس إزاي لو جبت حتة الحديد دي اللي الجزئات غير مرتبة وجبت مغناطيس دهول أحمر قطب شمالي وحركته كده ونجي من فوق كده كده هنفضل كل مرة ندلكه كده تترتب الجزئات ده قطب مثلا شمالي يبدوه الشمال اللي بيجزب الجزئات الجنوبية هنا أهو يصبح ده بعد فترة مغناطيس في الأول يبقى أن مغناطيس نص نص ضعيف وبعد كده يبقى مغناطيس قوي ده اسمه المغناطيس الصناعي طب المغناطيس ده نصنعه من أنه حديد صلب ولا مطاوع المغناطيس الدائم يصنع من الحديد الصلب لأنه بيحتفظ بالمغناطة مدة طويلة أما المغناطيس الكهربي اللي باللف سق حديد بلف واللف عليه سلك مش فيه تيار ده اسمه مغناطيس كهربي يصنع من الحديد المطاوع لأنه يكتسب المغناطة بسرعة ويفقتها بسرعة حنوريكم دية في التجارب العملية وإزاي في الكتب المراجع إزاي في حاجة اسمها التمغنط بالدلك والكهرباء بالدلك التمغنط باللمس يعني لو دي ابتدى مغناطيس لمس حتة حديد الحتة حديد تصبح مغناطيس تعالوا كده نشوف الحتة دي تعالوا نشوفوا بقى الكلام اللي أنا أتكلم فيه الحجر المغناطيسي في مرجع أرضينا الليفين فيزيكس هنا في المرجع دي أهو نشوف الحجر المغناطيسي أهو المغناطيس الطبيعي حجر أهو كان مرتوط في كتاب المدرسة القديم وبيجذب برادة الحديد شكله كده وإحنا قلنا لما نعلق المغناطيس حر الحركة الأقطاب بتتحرك القطب الشمال يشير نحو الشمال والجنوب نحو الجغرافي وهنعرف ليه طبعا معروف أن الأقطاب المغناطية المتشبهة تتنافر والمختلفة تتجازل وإحنا عارفين أن التمغنط بحاجتين يا دلك أنا بدلك قادي القطب إس القديم المغناطيسي لما هم بالأول جابوا حجر من مغناطيسيا ودلكوا به الحديد هيتولد هنا قطب إس وهنا قطب إن بس اللي دلك ده إس وبيمشي كده ونبتع بعيد كده مش رايح جاء ده التكهرب بالدلك زيها الطمغنط بالدلك فيه الطمغنط باللمس أدي مغناطيس يلمس مصمار المصمار يبقى مغناطيس باللمس يلمس مصمار التاني يبقى كأنه مغناطيس وهو كده قطب إني يجذب إس وإس يجذب إني وانت ماشي زي ما انت شايف كده ديت انت مغنط بالتلامس وحنعملها لك نوريها لك إزاي آخر يوضح لنا حاجة تانية برضو علشان المغناطيسيان يفهمها كما يجل هذا المرجع قدامك وآدي الطمغنط الأول قطعة الحديد الجزئات الحديد بتاعتها غير مرتبة كل جزئ لقطب شمال وجنوب بس عشواء يلغوا بعض أهو يبقى دا حتة حديد أيرونا هو مكتوب مبلهاش قطب لما بدأ يدلكها يبتدى شوية الأكتاب تتجه شوية هنا بقى بس ضعيف شوية شوفي إن صغيرة والإس صغيرة لما دلكوا خالصوا بقى خلاص ما عادش بيزيد بقى دا إس ودا إن طب لو قوي طب لو أسمته اتنين كل جزئ مرتب جزئات يبقى إس وإن وهكذا أهو لو أنا جبت المغناطيس وأسمته اتنين كل قسم له إس وإن وهكذا إس وإن وهكذا إن شاء الله تأسمه حتة صغيرة كل حتة لها قطب شمال وقطب جنوب إن شاء الله يكون طول ملي تعالوا نشوفه دا مغناطيس قوي أهو مغناطيسين اتنين بين جزب البعض أهو لو أنا جبت مصمار حيجزيبه كده أهو لو أنا جبت ده المصمار يتمغنط بالتلامس زي ما شوفنا في المرجع أهو لمس المصمار ده بالتلامس وهكذا يلمسه بقى بالإيه التمغنط بالتلامس أهو طب أنا لو جبت مثلا جنيه أهو هل الجنيه ده ممكن أحط الجنيه فوق الجنيه كده لا يمكن تقدر تثبته بهذا الشكل لا أنا لو جبته كده أهو التمغنط الجنيه ده متمغنط واضح أو تيجي من لحظة تاني مشان نبوق كده الجنيه أهو حطته على المغنطيس واقف أهو متمغنط التلامس لو حطت الجنيه فوقه كده حيقف سابق طب لو حطت جنيه كمان فوقه أهو بأسان لأن التمغنط بالتلامس شفنا المصمار وشفنا الجنيه وهكذا ممكن نعمل بيها أي شكل تاني وهكذا ده التجاذب والتنافر ده مغنطيس قوي جدا أهو لو أنا جبت ده قد ده نوبه شمال يجزيب بعض طب لو أنا عكست واحد فيهم كده أهو شوف هنحطه كده مش هينزل أهو شوف أنا شايلو أهو مش قادر ينزل لأن فيه تنافر كبير جدا للمغناطيس ده أهو هنا ده المغناطيس قوتي التنافر كبيرة جدا شايلاء يعني مددرش تضغط عليه ينزل أهو مددرش أهو وقب بإس وقب بإس أهو وعاوز أشوف إيه هو تعريف المجال المغناطيسي لمغناطيس قال لك هو المنطقة أو الحيز المحيط بالمغناطيس في جميع الاتجاهات وتظهر فيها آثار قوته المغناطيس يعني لو حقيت مصمر هنا يجذبه يبقى في المجال هنا يجذبه هنا ما يجذبوش طلع بر المجال ده المجال بتاعه المجال المغناطيس بتاع المغناطيس طب المغناطيسdı له شدة قد طب المسافة طول المغناطيس ده لو اعتبرت الم المسافة بين القد كان ده إيفا شرطة شوفت بقا يعني معناها إن الطول المغناطيس الفعلي غير الطول بين القطبين يبقى الطول المؤثر هو اللي بين القطبين والفرق بينهم 84% يعني 84% على 100% الطول بين القطبين الطول المؤثر إلى الطول الفعلي للإخساق 4% يعني لو اختصرتها يبقى 21% على 25% نسبة دايما حتى لو جيبت مغناطيس طوله 10 سنطي يبقى المسافة بين القطبين 8.4 من 10 سنطي كويس معلومة لازم نعرفها يعني تقريبا 5 على 6 النسبة بين طول المسافة القطبين لأن القطب منطقة قرب الطرف مش عند الطرف وهنكلم فيها طب هذا المغناطيس لو حبينا نشوف ايه هي شكل المجال بنعرف شكل المجال ببرادة حديد نجد برادة الحديد لو حطته كده ازاي نجيب المغناطيس اهو ونحط ورقة مقواه فوقه او لوح زجاجي شفاف والرش برادة حديد نهز اللوح او الورقة تركات خفيفة عشان تب البرادة فرية حرية الحركة هتاخد شكل المجال كده الشكل ده بيسموه خطوط الفيض المغناطيسي خطوط شكلها كده ده تخطيطهم باستخدام برادة الحديد بس مش عارفين خط الفيض ايه هو وبوخرج منين ويس او نخططه باستخدام بوصلة البوصلة نحطها كده تاخد الشكل ده كده قطبها الشمالي بيتنافر مع الشمالي يبقى ده الشمالي تنقلها كده يعني البوصلة اللي حطيتها كده تاخد هذا الوضع الشمالي اللي فوق ده بتاعها وهكذا تاخد الشكل ده كده وهكذا تفضل تنقلها بتاخد الشكل كده اهو وهي ماشية كده ترسم ايه خط ده البوصلة حورها لك بالمراجع يعني يبقى ممكن نخطط المجال باستخدام بوصلة هتقول لي ايه هي البوصلة البوصلة ابرة مغناطسية خفيفة رقيقة حرة الحركة في مستوى أفقي ادي البوصلة هي ودي بوصلة هي دي بوصلة لما نحطها كده في الارض بتاخد اتجاه اللي بيض ده اتجاه الشمال يعني الشمال في الغرفة اللي أنا فيها كده اهي ودي ابرة مغناطسية بتحدد الاتجاهات ودي أهمية المغناطسية الأرضية لأن مجال الأرض هنا موجود فالابرة بتاخد اتجاه الشمال الجغرافي يعني أنا أول ما جد سكنت هنا الرجل بيقول لي هنا هنا الشمال أقول هوا جاي من هنا أقول لا الهوا عمالي الغاية أنا معايا بوصلة ورجل بتحفيزي نحطها ونشوف اتجاه الشمال فين والجنوب فين ده البوصلة يبا البوصلة لما نحطها تتنقى وننقلها ننقلها ننقلها تمشي معايا مع المجال وطبعا لو أنا جبت مغناطيس أهو قدامك ده مغناطيس هيخلي الإبرة أهو اللي بينجذب له الجنوب بينجذب هنا بدا شمال أهو ويحركها كده تمشي معاها أهو تجري إبرة وكذلك هنا الإبرة تمشي مع المغناطيس يخليها تنجذب في اتجاهه ده بالنسبة ندور الإبرة كده طيب إحنا عرفنا البوصلة اللي نحن نتكلم فيها دلوقتي طيب ده تخطيط المجال ده اسمه إيه خط الفيض المغناطيسي نتكلم عن خط الفيض ما هو خط الفيض هو خط مش شوفه مش ممكن أدي مغناطيس قدامك وريني خط الفيض فيه أهو مغناطيس أهو فين خط الفيض أنا مش شايفه هو خط وهمي يفرض لتحديد مصار قط بشمالي مفرد هر الحركة في المجال يا أستاذ أحمد هو فيه قط بشمالي مفرد لا بس فرضنا زي إحنا لما نجيب المجالي الكهرابي أدي شحنة مجابة لو حطت وحدة الشحنات المجابة هنا بتمشي كده يبقى خطوط الفيض الكهرابي بتخرج كده ده اسمه خط فيض كهرابي الخط الفيض الكهرابي بيخرج من الموجة بيدخل في السانب الموجة عندنا زي الإن في الشمال كده والسانب زي السورس الجنوب فهم فرضوا العلماء كده إن خط الفيض خط وهمي يفرض لتحديد ما صار قط بشمالي مفرد وممكن نخطط المجال المغناطيسي بقط بشمالي مفرد إزاي يا أستاذ تجيب قط بشمالي مفرد حواريك دلوقتي وخطط المجال لقوه بيمشي كده من الشمال يمشي كده كده هوب يروح دخل في الجنوب طبعا الخط ده ماشي كده طب ده تخطيط المجال خط الفيض ليه بداية ونهاية لا عشان أنا حطه في امتحانات في الوسام كل كلمة بقولها مقودة في الوسام يقولك صح أو خطأ خط الفيض ما لازم اشتغل بالنظام الحديث خط الفيض له نقطة بداية ونقطة نهاية قوله غلط أمال إيه خط الفيض يكون مصار مغنط يخرج من القطب الشمالي للمغناطيس للقطب الجنوبي خارج المغناطيس ويكمل جوه من الجنوبي للشمالي حتى لو قطعته لذلك المغناطيس للقطب شمالي وجنوبي يسموه سنائي القط وله عزم اسمه عزم سنائي القطب واتجاه عزم سنائي القطب للمغناطيس اتجاه المجال داخل المغناطيس يبقى اتجاه عزم سنائي القطب للمغناطيس من الجنوبي للشمالي العزم سنائي القطب هذا خط الفيض المغناطيسي فرضوه العلماء المجال قوى وضعيف انا لو جبت مغناطيس اهو ورشات برادة حيث تتركز في الحيطة المنطقة اللي في النص ده هي منطقة خمولة يعني ما فيهاش جذب يعني ما فيهاش تأثير المغناطيس يجذب البرادة دي اسمها منطقة الخمولة المغناطيسي لكن يتركز الجذب هنا عند القضية طيب يا استاذ فيه سؤال مهم انت دلوقتي بتقول لي المنطقة دي خمول يعني لو فيه برادة حيث تجذبها لا فيه سؤال جميل انا وضعه في الوساة شوف انا بقولك كلام علشان اضبط المعلومات في الوساة قلتلك الاتنين دول واحد مغناطيس سؤاله عشان تعرف تجاوبه ده اتنين واحد حديد واحد مغناطيس ده سق حديد وده سق مغناطيس بدون استخدام اي مجالات ولا الارض ولا يحزنون ولا تعله حر الحركة ولا تجيب مغناطيس ولا حاجة تعرف من الشمالي من المغناطيس ومن الحديد سؤال موجود في الوساة كنت كتبه للاسكياء وكنت بروح المدرسة اسأل الامين المعمل تعالى كنا بنعمل دورات الامين المعمل ده حتة حديد وده مغناطيس تهو عندك في المعمل والاستاذ بقولك هات للمغناطيس تعرفه ازاي اني جيب مغناطيس تاني وتو ما تجيبش حاجة هما الاتنين المفيش اللي عندك هما الاتنين دول في المعمل تعرف مين المغناطيس ومين الحديد بدون تعليق وبدون مجال اي حاجة الاجابة عشان ما نخلنا نطولش عليكم وتعرفها انا اجيبهم الاتنين كده شوف ازاي بقى انا هقولك اهو اه دي واحد مش عارفه مين الحديد ومين المغناطيس ونجيب التاني بالزبط جزاكت اللي في المنتصف كده ونشوف والله لو دهو انجزب يبقى دهو كان مغناطيس جزب الحديد لكن لو ما انجزبش يبقى دهو المغناطيس ودهو الحديد وجيه في منطقة الخمون ما جزبوش يبقى دهو مش هيحصل ايه يبقى دهو عرفنا ده المغناطيس اسأل زمايدك كده السؤال كده وتنقشوا فيه يبقى نعرف ازاي الخط الفيض طب كويس نيجي بقى المجال المغناطيسي عدد خطوط الفيض الكلية بيسموه فايد يبقى الفيض الفيض المغناطيسي رمزه فايد مثل كتب كده ويقاس بالوبر ده الفيض المغناطيسي عدد خطوط الفيض الكلية والواحد وبر عشرة قصة تمانية خطه ومش عليك عشان واحد يقول المنهج بتمدد انا بمدد المنهج ولا بتمشه احنا بنشرح مادة علمية طيب ده الفيض المغناطيسي فيه تعريف تاني اسمه كسافة الفيض كسافة الفيض يعني مقولك كسافة الحديد يعني المتر المكعم الحديد كتلته كام كذلك الفيض خطوط فيض كسافة الفيض المغناطيسي عدد الخطوط اللي موجودة في واحد متر مربع ووحدة المساحات بس احنا مش هتكلم عن العدد الخطوط لان العدد مش عندنا في الكتاب فالتعريف كسافة الفيض رمزها بيه وحدتها تيسلا تعريف فلاها تعرفين تعريف هنا وتعريف هناخده قدام هي الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات يعني الفيض الموجود في واحد متر مربع العدد خطوط في واحد متر مربع عاوز نجيب الخطوط في المساحة دي كله يبا نعندي كسافة الفض في المتر كذا تسلى يبا الفض كله كام يبا لها قانون القانون الاول وعليه مسائل في المنهج علاقة الفض بكسافة الفض الفض فاي بالسوبي ايه ده لو الفض ادي الاريا هي مساحة وخطوط الفض افرد جاية عمودية كده يبا الفض اللي هو بالوبر حيسوي كسافة الفض اللي هي تسلى وده متر مربع حلو طب افرد يا عم خطوط الفض جاية عالاريا دي كده نستنى بقى هنا مهم افرد كانت الزاوية دي سيتا فانا بنحلل خطوط الفض الى مركبة افقية ومركبة رأسية لو خطوط الفض موازية للمساحة مش هتقطعها يبا الفض اللي بيقطع المساحة يبا كسافة الفض تقدر بالايه عادة خطوط الفض سقطع عموديا يا عم دي مش عموديا يبا لو حللناها هتوبا فيه جاية كده بي الزاوية دي العمودي كده جتا كده العمودي يبا فاي بيساو بايه ساين سيتا هنا فيه مشكلة سيتا بين مين ومين ده الكلام المهم سيتا الزاوية بين حاكتين بين في الشكل اللي قدامنا هنا بين المساحة وخطوط الفض طالما المساحة خطوط الفض نكتب صاين لكن لو كانت كده اهي خطوط الفض سقطة كده وسيتا اهي وخطوط الفض جاية كده والقري اهي يبا حنكتب كوزاين سيتا يبا فاي بيساو بي ايه كوزاين سيتا اللي في المنهج الصاين لكن بين وبينك حاجة بقى ليخينتا للدقة هي كوزاين لأن سيتا الزاوية بين متجه المساحة وكلمة متجه المساحة دلت ايه عمودية على المساحة يبا اذا لو سيتا الزاوية المحصورة بين العمودية على المساحة وخطوط الفض يبا قوزاين وهي دي الصحة في المراجع لو عاوز تتأكد وحورها لك دلوقتي متجه المساحة ليه بقى هي مش هتفرق في حاجة في الحسابات لكن لو انا جلت لك مثلا ورقة اهيه وقلت لك الفض جاي كده عمودية يبا فضقي مع ازمة لو دارت بنضرب في صين الزاوية بين خطوط الفض والمساحة او متجه المساحة فلو دارت كده يبا تقلبت يبا الفض جاي كأنه جاي من العكس يبا الإشارة سلبة عشان الإشارة السلبة تكتب قوزايا يبا لو دارت مية وتمانين وهي كانت بزاوية يبا مية وتمانين قوزايا مية وتمانين بتوبة ايه سالب يعني عشان توبة عارف الدقة سالب واحد عشان لو تقلبت كأن الفض تعكس دي تنفع في الحتة دي لكن احنا بناخد خلينا بساطة خالص الصين على اساس سيتا كده لكن انا بقولك الصح في المراجع كده اذا كسافة الفض تقاس بالتسلا او وبر على متر مربع تسلا او وبر على المتر مربع ده الفض اما عرفنا الفض وكسافة الفض فيه حاجة يعني عاوزة اقول عليها مهمة اسمها احنا قلنا الفض المغناطيسي رمز فض كسافة الفض رمزها بي دي وبر دي تسلا في حاجة اسمها وصلية الفض في كابتل وصلية الفض بي في اي في ان لو كان ملف عدد لفته خمسين لفة يبقى وصلية الفض بي اي ان ده في المراجع وتتكتب في كابتل بهذا الشكل غير دي برضو دي اسمها وصلية الفض في لقس لينكل انا بس بقولك بعد مصطلحات تعرفة لك وطبعا الان ده عدد يبا هي برضو بالويبر الفض المغناطيسي احنا قلنا خط الفض خط وهبي وخططنا المجال المغناطيسي لمغناطيس قضيب مغناطيسي فانا عاوز اقول لك خواص خطوط الفض عشان تبقى عرفة في المنها كل الخطوط دايما بتشد نفسها اولا الخطوط لا تتقاطع بدليل لو حطت البصلة في اي مكان بتاخد اتجاه سابت يبا معناها مفيش خطين بتقطعوا كتلعب كده يبا الخطوط الفض لا تتقاطع الخطوط فض تتنفر مع بعضها والخطوط الفض المجال المغناطيسي المنتظم الخطوط بتاعته بتكون خطوط زي ما جه السنة اللي فاتت في امتحان السنوية العامة ومش مكتوب المجال المنتظم الا في الوسائة فالمجال المنتظم هو المجال اللي خطوط الفض فيه بتكون ايه متوازن اهي وشدته هنا زي هنا زي هنا زي هنا يبا ما هو المجال المغناطيسي المغناطيس المنتظم هو المجال الذي فيه خطوط الفيد متوازية اتنين شدته سبتة في جميع نقاطه يبقى الخطوط متوازية ومنتظمة ده المجال المنتظم هل المغناطيس اللي أنا رسمته مجاله منتظم؟ لا طب لو أنا جبت مغناطيس حدوة حصان كده وإحنا عارفينه ده حناخده كتير ليه قب شمالي اي نعم وقب جنوبي افرط ده هو إن وده هو إس خطوط الفيد خط واحد من القطب الشمالي للجنوب والخط الباقي الخطوط بتبقى متقوسة كده كده اهي اهي اتجاهها اهو خط الفيد ما صار مغلق راح فيه اهو جيه هنا وكمل جوه جوه ماشى 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 هنا وجيه هنا يبقى كمل ما صار مغلق خط الفيد لو اتقطع يولد كهرباء لو اتقطع بماء الدني يولد كهرباء يبقى خط واحد كده وبقى الخطوط كده ده شكل المجال المغناطيسي طب يا أستاذ لو كان لكم بين مقعرين كده اهو ده احنا بناخد بعد كده هناخد أقطاب مغناطيسية مقعرة افرد ده هو إن وده هو إس خطوط الفيد بتخرج من السطح ده عمودية على السطح في أي حتة عمودية على السطح لازم تدخل عمودية على السطح الله ومن هتمشي ازاي هتمشي هكذا هتمشي هكذا هتمشي هكذا هتمشي كده عدل ده كده اهو اهو شوف خطوط الفيد تبان كأنها كده عمدة زي أنصاف أقطار لكن هنا بتمشي طب افرد بعده عن بعض تفتح بقى شوية كده وتبها هي جاية كده اهو 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 وتروح الدخلة هنا كده يعني المسافة دي كأنك بتفرد كده شوية ده بالنسبة لخطوط الفيد بين قطباي مغناطيس طبعاً لو في حديد الحديد بيركز خطوط الفيد يعني خطوط الفيد لو ماشية كده لقيت حتة حديد اهي كلها تيجي على الحديد كده وتدخل منه يعني قدع خطوط الفيد جاية اهو جاية منتظمة كده كده تقرم الحديد كلها تدخل في الحديد كده وتخرج بقى تاني تمشي كده والخط التاني تمشي كده حوريك كل حاجة أنا بعملها هنا حوريها لدرجة المراجع تبها مقتنع وشايف شكل خطوط الفيد يبا عرفنا خطوط الفيد شكلها اهو في المغناطيسات والاقطاب بتاعة المغناطيس تعالوا كده نشوف الحاجات دي طبعاً المغناطيس له اهمية كبيرة جداً بنستخدامه في حاجات كتير عمل البوصلة الله ايه اهمية البوصلة دي ده البوصلة دلوقتي كل السفن والملاحة البحرية والجوية والطيرات وكله بيمشي بالبوصلة انت عارب لان بتحدد اتجاهات اهيه وعدك اتجاهات وتزبط على اتجاه كذا وزوايا اهيه نقدر نعرف مثلاً لندن في كذا الطيارة تخرج تزبط على لندن وتمشي على طول مع البوصلة وكذلك بتستخدم في المواني تشيل الحديد والعربيات مغناطيس قهراء بيرجزبها كده وروح الشاي للحديد كده ونقله ده المغناطيسات دي لها استخدامات كثيرة جداً ما ربنا قال وفيه منافع للناس وكذلك بنعمل بينها الاقطاب المغناطيسية بتاعت الدينامو وبتاعت الملفات والمحولات وكله من الحاجات دي تعالوا نوريك بعض حاجات كده تعالوا نشوف المغناطيس بيعمل ايه اهو في المراجع عامل لك ادي في الميناء ادي المغناطيس ده مغناطيس كهربي يوصلوا روح الشاي للحديد جازبه وماشي كده ونقله في مكان تاني ويفصل الكهربي روح بفاصل المغناطيسي على الحديد عاوز اوريك حتة مهمة هنا في المرجع ده بوريك ان خطوط الفيض المغناطيسي اللي خرجه من المغناطيس وهي ماشية كده من القطب ان لقيت هنا حديد اهو مكتوب حديد فتروح دخلها كلها من جمعها هنا اهو بدل ما تخرج عشوائي كده لقيت الحديد الجمعت فيه طب الجنيه زي الجنيه كده الخطوط الفيض ماشت في الثينج ده الحرق ديه في المغناطيس ده يعني خطوط الفيض تمشي في الحديد بهذا الشكل يبه الحديد يجزب الخطوط الفيض يقالها تركز خطوط الفيض لانه هناخد بعد كده بيركز خطوط الفيض ده المغناطيس طبعا ده بوريك دلك المغناطيس بكتب اس يولد هنا S وهنا N يعني لو شفتها هنوريك حاجة تانية دلوقتي من أهمية المغناطيسات يا جماعة برضو في الكتب المراجع المختلفة هنا فيه هنا برضو بيشيل العربيات والحاجات الحديد بالونش الكهربي ويستخدم في عمل الجرس الكهربي هذي مغناطيسة هون وسماعة التليفون هذي فيها مغناطيس بيجذب الرأي دا ينهزي يدي صوت هنا وكذا استخدامات الحديد وفيه منافع للناس الحديد اللي بنصدع منه المغناطيس الراجل بتكلم هنا فيه برضو مغناطيس وهو يجذب هنا وهد الأزن هنا فيه مغناطيس سماعة التليفون وهاجات كتيرة جدا لحصرة لها في استخدامات المغناطيس في الوسائة لو جبت بوصلة انت عارف البوصلة بشكلها كده القطب اللي فوق شمالي واللي تحت جنوب لو قطعتها أنا بقى عدت قطعها كده أقسام كل قسم فين الشمالي والجنوب بتاعه ده سؤال موجود في الوسام بنك أسئلة وقادي البوصلة قطعتها بمستوين كده قطعتين كده حيب أنهو شكل الصح طبعا ده في الوسام شكلها كده أنا جايبه منين جايبه من مرجع اهو مرجع توركل اهو بس هنا الشكل أنا جايبه هنا عشان الشكله جميل قادي البوصلة اهي ان واس ان ايه ده والاس الازرق فقط تحتها بقت كم قطعة ادي قطعة ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة انهو الشكل الصح هل اللي فوق كله ان واللي تحت كده لا ده قطعة بقت مغناطيس قائم بذاته يبا كل قطعة فيها لها ان واس زي ما قولت كده يبا فكر بقى هتلاقي انه بقى ادي خمس اشكال غريبة هاي الشكل الصح كل قطعة لها ان واس والان فوق ما هو هنا ان واس برضو بس الاس فوق لا يفضل الان زي ماهو يبا الاجابة الصحيحة بيه وحتلاقي الاجابة دي فين في الوسام اللي احنا شرحناها دي حتة دي انا قلت حتة مهمة ان انا ممكن اجيب قطب شمالي مفرد حر الحركة وانحدد به اتجاه خط الفيت خارج القضيب المغناطيس يا استاذ ازاي تجيب قطب شمالي مفرد فيه مغناطيس اسمه مغناطيس روبسون ده مغناطيس طويل جدا مغناطيس روبسون ده اعسمه لك اهو مغناطيس طويل جدا كده اهو وفيه هو ساق حديد يوجد مغناطيس ده قطب ان وده قطب اس بعاد عن بعض لما جم يخططوا مجال مغناطيسي جابوا الحوض فيه مي اهو وجاب مغناطيس حطه هنا كده القضب ده ان والقضب ده اس وجاب مغناطيس ده فيه مي اهو وجاب المغناطيس ده هو وخلى القضب ان هنا والقضب اس بعيد خالص عمودي بتحت خالص في المي طب هو هيعوم ازاي فيه قطعة فلين ممسوك فيها كده عايم يبال قطب ان حيتنفر مع ان ان ويمشي ياخد الخط ده ده اسمه تخطيط المجال وتشوف حركة قطب شمالي مفرد ازاي نورها لك برسمة اوضح عشان انا برسم بسرعة اجبها لك هنا في هذا المرجع اهو 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 المغناطيس اس وان حط ده قطب ان قريم القطب ان ده والمغناطيس ده عايم ده قطعة فلين اهي والرسمة دي بالشكل ده كانت موجودة في كتاب المدرسة انا كنت بدرسها في اواخر السبعينات في مدرسة البرامة وموجودة في كتاب المدرسة ده ما هي من اولى من المرجع ده كده فخط الفد يمشي كده يلقى المغناطيس يحطه هنا يمشي كده شاف الطالب المغناطيس قطب الشمالي بيتحرك لوحده كده عملي ويشوفه يتحرك يحدد اتجاه القطب وشاف القطب الشمالي يبقى مين لظهر الشمالي جنوب بعيد خالص ده تخطيط المجال المغناطيس كذلك نشوفه في مرجع تاني كده اهو انا بنور المراجع عشان المدرسين يشوفوا فيها وجيبوا المراجع وبصوا وشوفوا الحاجات ديت علشان يبقى اكد صحة الكلام يعني برضو قادي الحوضة هو وقادي قطعة فلين عايم عليها مغناطيس واذي مغناطيس الطويل بتاع روبسون واذي قطعة الفلين عايمة هم واذي القطب إني جنب الإنة هم وقطعة المغناطيس ده عايم كده وماشي كده اهو سؤال اهدي ماشي كده هم ويخططوا بحض الماء تمام ده برضو مغناطيس بوريك ان المجالي المغناطيس يتركز عند القطب القطب مش في الطرف شوفوا الطرف هنا كان مسمار هناك اكتر يبقى ايزا المغناطيس القطب اس هنا ويضعف يضعف لحد منطقة الخمول هنا الطرف مش اقوى من القطب القطب هو الاقوى تتركز عند القطب عشان اقلتلك القطبين المسافة بينهم واحد وعشرين على خمسة وعشرين من طول القضية حدي سؤال هام تاني هذا السؤال هسأله كان موجود في كتاب دليل تقويم الطالب سنة ألف وتسعمية تسعة وتمانين ان اقول للمدرسي القداد قالك ما هو محور المغناطيس اي مغناطيس في الدنيا اهو محوره الخط الواصل بين القطب ان والقطب اس محور المغناطيس خط واصل بين القطبين لما نحط المغناطيس في مجال الارض المغناطيسي المحور يوازي عشان حناخد مسائل الابرة المغناطيسية وتجربة أوروستن المحور بتاع المغناطيس يوازي خطوط الفط بتاعة الارض قانون معروف اي مغناطيس نعلىه حر الحركة النقطة بين ان واس ياخد اتجاه المجال الارض بين ان واس اسمه محور المغناطيس انا ممكن العاب لك بقى اجيب لك مغناطيس حجوة حصان مغناطيس مش عارف ايه وديك السؤال اللي هامل اللي انا بقول لك ده اهو انا كاتبه هنا اهو فيه قطعة فلين عيمة عالمين ومغناطيس محطوط عليها قطبه الطويل ده ان والقصير ده اس ده ان وده اس ده ان وده اس الادام عارفين الاسئلة دي ممكن تيجي في الامتحال ده الطويل ان وده اس حطته في حوض مية قطعة فلين عيمة قطعة الفلين العيمة دي لما نحطه عليها المغناطيس فلين يتحلون عيمة لحد ما ياخد اتجاه المجال اذه المجال الارض نحو الشمال انهي شكل من ذلك ياخده مغناطيس مجال الارضieux هنا مجال بيحور المغناطيس كده لا يأخذ مجال الأرض محور المغناطيس ليس مع مجال الأرض ليس مع مجال الأرض لن نعكس هذه الصحة القبط الواصل بين إن و إس يأخذ اتجاه مجال الأرض المغناطيسي يبقى القد بإن هو اللي فوق يشير يشير هنا إنه إسهو هنا إسهو يبقى ياخذ هذا الوضع هذه أسئلة سنوية عامة أسئلة جديدة موجودة في المنصات العالمية ممكن يجي سؤال منها وإحنا كأنا نرسي قدام عندنا الفكرة دي طب مجال المغناطيس عرفناه النقطة المهمة جدا مجال الأرض المغناطيسي الأرض المجال المغناطيسي للأرض الأرض كرة الأرضية الحديد استقر جوه بقى لها مجال المغناطيسي ماذا عرفك يا أستاذ البوصلة يبقى المغناطيسية الأرضية هي اللي أثرت على أي بوصلة خدت اتجاه الشمال المغناطيس أريد منها مبعده عشان ما يؤثرش علىها عشان تبقى عرفت اتجاه الشمال فيه يبقى المغناطيسية الأرضية الإبرة بتاخد اتجاه مجال الأرض هي الأرض لها مجال مغناطيسي القرى الأرضية أهل العلماء لما جابوا بوصلة وتانوا ماشيين وراها شوفها تمشي إزاي لأخطوط الفض للأرض لها مجال مغناطيسي قوي والمجال المغناطيسي للأرض يختلف من مكان لمكان واتجاهه يختلف من مكان لمكان ولكن خط الفض بيعتبر إزاي؟ اعتبر العلماء كما لو كان داخل الأرض مغناطيس قطبه الشمالي في الجنوب وقطبه الجنوبي في الشمال حل خطوط الفض بتخرج من الشمال تروح للجنوب هذه خط فيه وهكذا خطوط الفض بتخرج من الشمال تروح للجنوب هذه خط الفض طالع كده منحني بنحلل إلى مركبة رأسية ومركبة أفقية هنا رأسية صغيرة أفقية وهكذا هنا يبقى أفقية بس هنا أدي الأفقية ودي الرأسية المركبة حتلاقي المسائل كلها يقولك المركبة حتى موجود في كتاب المدرسة مسألة يقولك قطع خطوط الفض المركبة إيه؟ ده مسائل في كتاب المدرسة المركبة الأفقية اتجاهها فين؟ نحو الشمال ما هو ده شمال الأرض وده الجنوب المركبة الأفقية نحو الشمال والمركبة الرأسية مركبة الرأسية لأعلى ولا الأسفال؟ هنا مربط الفرص في نص القرى الجنوبي بتقبخ تطفت خرجة من الأرض وهي سطح الأرض وهو طالع الفوق يبقى الأعلى نص القرى الشمالي اللي احنا فيه في مصر ناخل لتحت يبقى نزل الأسفل أما الأفقية دايماً في اتجاه الشمال لا يبقى الأرض لها مركبة أفقية ومركبة رأسية طب البصلة دي بتتحرك في مستوى أفقي ولا رأسي؟ بتتحرك في مستوى أفقي مش محتوطة كده هذا المستوى الأفقي يحدد المركبة الأفقي الرأسية عمودية على ما تأثرش فيها ده نعرف بس اتجاهش اتجاهها أما فيه بصلة تانية بتبقى البصلة دي تحدد زوية الميل تختلف من مكان لآخر فبيجيبوا بصلة زي دي بس تتحرك في مستوى أفقي زي الألم من اللي أنا هعمله ده كده أهو أدي ألم أهو والبصلة معمولة كده يبقى الألم بتتحرك في مستوى ايه؟ رأسي في اتجاه الزوال المغناطيسي واخد الوضع دي نشوف زوية الميل كام كده أهو أهو زي ايدي كده الألم ده اسمها المركبة الرأسية بتحدد اتجاه زوية الميل في المكان اللي هي فيه الأرض المجال بتاعها داي منين آه العلماء احتروا المجال الأرض جوه الأرض في باطن الأرض حديد نسبة الحديد أكتر والحديد مصهور بيدور يعمل مجالات مغناطيسية تؤثر تعمل المجال المغناطيسي وفيه نظريات أخرى بيقولك طبقات الايونسفير المجنيتيك مغناطيسي لها مجال مغناطيسي قوي هو ذا سبب المغناطيسية الأرضية المهم المغناطيسية الأرضية هامة جدا وإحنا كنا بندرس زمان في المنهج الأديم في السبعينات وكتب المدرسة الأديمة سبعينات وأولى التمنينات يعني فكانت المغناطيسية الأرضية لا غاية في الأهمية لأن إحنا دلت عند كل الطيارة تطير سلكي بتحرك يقطع خطة الفيض كل ده المغناطيسية دي غاية في الأهمية فالمغناطسية الأرضية ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل شيء خلقناه بقدر فالمجال المغناطيسي للأرض له أهمية كبيرة جدا أهمية المجال المغناطيسي للأرض لا تحصى لا تعد منها اللي احنا عرفنا بها اتجاه الشمال والجنوب والمغناطسية الأرضية دي من أهمها في حزام اسمه القرى الأرضية حوالها حزام اسمه حزام فان ألم حزام بدرسه موجود في كتب إعدادي حزام مغناطيسي فالحزام المغناطيسي بيعمل ربنا سبحانه وتعالى بقول في القرآن والسماء ذات الرجع آية من ثلاث كلمات عوز تفسير رهيب والسماء ذات الرجع ذات الرجع بترجع ايه؟ أنا كاتبها في كتاب الفيزياء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأنا خديق المعهد العالي للدراسات الإسلامية بترجع عن الأرض حاجات وترجع للأرض حاجات في حاجات تطعب الأرض ترجحها في عشر حاجات مش مجنة أنا بتكلم في حتة معينة المجال المغناطيسي للأرض بيرجع عن الأرض فيه أيونات اسمها كوزم كري أشعة كونية مشهونة شحنات مجبة وسالبة بيتيجي للأرض تدخل في المجال المغناطيسي إحنا هنعرف إن المجال المغناطيسي يأثر على أي شحنة يحركها فبيحرك الشحنات نحو القطبين القطبين بتروع الأرض فالشحنات المتأينة تروع عند القطبين تتخبط في زرات الأكسجين والنيتروجين وتعمل شفق ملون ألوانه جميلة وغريبة جدا الناس في القطبين لما يشوفوها يقولوا ده ليلة القادر دي ولا إيه بالضبط كده وهنوريك شكلها وحزام فالأنا نحزمين كل واحد على بعد معين من التاني كل واحد بيحجز الأشعة الكونية لأن لو نزلت هذه الجسيمات المشعونة على الأرض تبيد البشرية شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه يعني ربنا بيقولك يعني والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض ربنا سبحانه وتعالى ألوان تفسد في الأرض بعد إصلاحها هو ربنا ضباطها طبقات الألينوسفير وهكذا فهذه الموجات الأشعة الكونية تدخل المجال المغناطيس الأرض يحرفها ده واحدة من ضمن المجال المغناطيس الأرض تعالوا شوفوا هذه المجال بتاحها هو لكن من ضدنا حاجات المغناطية الأرضية المهمة جداً ما أردت تعرفها هجرة الطيور الطيور بتهاجر لما جابوا الطيور الحمام الزاجل شوف هجرة الطيور دي في المراجع الأجنبية جابوا الحمام وحطوه كان الملك المنتصر لما كان في الشام يبعت الرسائل لمصر الخليفة عن الحمام الزاجل فكانوا بيأخذوه هو الحمام عارف طريقه ييجي فهم مرة خادوا الحمام ده وغموه خالص حطوه في صندوق مأفل وحطوه في بلد وشوفوا يرجع ولا لا؟ راجع راجع إزاي؟ هجرة الطيور دي عملية مغناطيسية ماجنيتك أو في المراجع العلمية معلومة غاية في الأهمية إن مجال الأرض المغناطيسي يؤثر على هذه الطيور بطريقة معينة ممغناطية ويوصل لها وعملوا أبحاث مش عاوز أتكلم فيها جابوا من البريطانيا للهند طيور معينة وحطوها راحة تاني الحمام راحة راجع رغم من هم حطينه في مكان مغلق وبكا وعملوا أبحاث حطوا على الحمام الزاجل ده مغناطيس إيريال كده يغير المزوزبات المغناطيسية شوفوا بأثر وإي قصص مش عاوز أنا إي أدخل فيها لكن دي مغناطيسية أرضية نشوف حاجة تانية ده شكل المجال المغناطيسي للأرض خطوط الفضاء دي خطوط الفضاء نلاقي عند خط الاستواء الإبرة بتاخد أفكي مفيش مركبة رأسية أفقية بس وهنا عند القطب الجنوبي القطب الجنوبي فيه فوق اللي هو الشمال الأرض فيه سؤال عجبني جدا موجود في أحد المراجع المترجمة بالعربي أساسيات الفيزياء بيقولك السؤال وأنا أقول للسؤال وجابته على طول مش عاوز أضيع لك وقت لأنك مش هتعرف تجاوه بيقولك أين هل ممكن الإبرة المغناطية قطبيها اللي اتنين يشيروا نحو الشمال ممكن القطبين اللي اتنين يشيروا نحو الشمال يا عم واحد نحو الشمال والتاني نحو الجنوب آه ممكن ثاني مكان أهو الإبرة ده هي قطبها الشمال يشير نحو الشمال بتاع الأرض أهو وقطبها الجنوب بدور كده بيبصت فيه لفين لشمال خالص لشمال الأرض يبه هي الإبرة لو كانت هنا وكذلك ده شوف الإبرة دي قطبيها يشير للشمال ده بشر للشمال بتاع الأرض طب والإس بشر لمية ما هو ده الشمال أهو يشير نحو الشمال ده سؤال فني جدا والأسئلة اللي بقولها دين أقول لك ما أعلقك وأقول لك أجعبها المرة الجاية أجعب لك على طول الإجابة سبحانه من هذا كلامه هذا المرجع بيوريك ودي مرجع أجنبية لعرفينها لا يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرفوا القرآن وهو كلام منزل من عند العليم ربنا سبحانه وتعالى كتاب كيمة آياته شوف العجب هذه القرى الأرضية والمجال المغناطيسي لها الجسيمات المشهونة اللي جاي على الأرض حددتها بتترافر مع المجال المغناطيسي وترجع والسماء زات الرجعة أهو رجعت الحاجات الخطرة على الأرض إلا إذا كان جاي على القطب على طول ما فيش حد سكن هناك شوف العجب شوف الحاجات الجميلة شوف ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء سيروي كاتب إيه في هذا الموضوع؟ سيروي كاتب إن آدي الكرة الأرضية في آدي مجال المغناطيسي للأرض حزام فان ألن بيخل المجال المغناطيسي الشوحنات توصل ناحية القطبين شوف الشكل الجميل عمل لك آدي الشفق بلون بألوان غريبة جداً لأن نتيجة لوصولها هناك شكلها الجميل ده وضحها كده وآدي مجال الأرض المغناطيسي جاعتاني جميل جداً أهو جاب لك إيه؟ آدي حزامة فان ألن اللي موجودين في التابة التعدادة حتى والناس مش عارفة تفسيرهم آدي المجال المغناطيسي خل الجسيمات راحت عند القطبين عملت لما خبطت بزرات النيتروجين والأكسرين عملت المنظر الجميل اللي انت شايف وده الشفق الملون ده ده نتيجة لكوزمك راي انحرفت بواسطة المجال المغناطيسي للأرض والمجال المغناطيسي للأرض لو حتكلم فيه حتكلم فيه فيديو كامل وساعات كتيرة على مغناطية الأرضية ومجالها ومزيتها وكاتبها فيه كتاب الفيزيو والإعجاز العلمي في القرآن الكريم وهو كتاب ببناش يعني اللي عايزه بياخده منه دية بدون أي شيء لأنه كاتب فيه الحاجات المغناطية كلها طبعا مجال الأرض المغناطيسي سببه إيه اللي أنا قلته أورهولك يعني الحتة اللي أنا قلتها إن قادي خده مقطع في الأرض طبعا الأرض لها مجال مغناطيسي ما شفنا وشرحنا والوضع البوصلة لكن شافوا مركز الأرض فيه تيارات الحديد اللي هو عامل مجال مغناطيسي بلبف كده يعمل إيه مجال مغناطيسي يأثر على القرى الأرضية يعمل هو المجال للمغناطيسي القلب بتاع الأرض الحديد وهو بتحرك هو ده انتزرته ماشية فبتعمل المجال المغناطيسي للأرض زي ما قلت كل كلمة بقولها أنا بوسقها من المراجع اللي أنا بحثتها أكثر من عشرين مرجع بجنبه نهاردة عشر أشرح المغناطيسي الأرضي بقى حتة أخيرة عاوزة أقولها المغناطيس لما نحطه في مجال الأرض أهو له مجال ولا لا له مجال والأرض لها مجال إذن لو أنا حطت مغناطيس في مجال الأرض يبا له مجال والأرض لها مجال أكيد حتوجد نقطة التعادل يعني إيه التعادل نقطة التعادل زي ما حنقولها بعد كده وعليها مسائل كتيرة حتى مش واضحة في كتاب المدرسة هي النقطة التي ينعدم عندها المجال المغناطيسي وعندها البصلة لا تأخذ أي اتجاه محدد لأن ما فيهاش مجال مغناطيسي هل المغناطيس لوحده كده يبا له نقطة التعادل نعم ده لما ووته الأرض آه طب لو جبت مغناطيس ومغناطيس تاني يبا له نقطة التعادل آه شكلهم إزاي طب لو مغناطيس كده ومغناطيس كده نهوم نقطة التعادل آه كل ده ليه نقطة التعادل عاوزين نشوف تخطيط المجال المغناطيسي لمغناطيس في مجال الأرض ودي كانت مقررة في السبعينات في مناهج مصر حورها لك بالكتاب المدرسة الأديم اهو منقولة من هنا بالظبط انا حوريك نقاط التعادل لمغناطيس عشان عليها أسئلة ومسائل الجهاز اللي انت شايفه ده هو اسمه جهاز الميل اللي بيقرأ زوية الميل ان الإبرة المغناطية بتتحرك في مستوى رأسي مش زي البوصلة دي بوصلة بس بتحرك رأسي اللي انا عملته لك كده ودي ايه angle of drop of dip اللي هي زوية الميل وتحليل الأرض عشان نعرف المركبة الأفقية للأرض بنترى الحصين والخزين هنا يا سيدي ادي مغناطيس قد مجالي الأرض طبعا نحو الشمال ماجنتيك نارس اهو المغناطيس لو حطيت المغناطيس في القرى الأرضية اللي خطط المجال بتاعه نقطة تعادل بينه وبين الأرض توجد فين حسب شديته طبعا ادي قد بس ون لو الاس كده والن هنا خطوط تخرج من هنا مشى زي مع الأرض هي يبا هي خارجة من هنا حتلاقي خطوط جاي يبا نقطة تعادل هنا ونقطة تعادل هنا لازم اتنين نقطتين تعادل واحدة هنا واحدة لو كان اس فوق ون تحت شايفيش زي شكل مهم جدا تعرفه هنا بقى لو المغناطيس الان فوق والاس تحت وخطوط الفوت بتاع الأرض هي نارس هتلاقي نقطة تعادل هنا لأن خطوط جايه كده والأرض جايه كده حتقابلها هتابعد في حتة حسب شدة المغناطيس لو مغناطيس قوي يبقى تأسيره هنا يبقى نقطة تعادل بعيدة هنا اهي وهنا دي المغناطيس المغناطيس هنا وهنا طب ده لو مغناطيسين كده طب لو أنا جبت اتنين مغناطيس باعة هنوريك الاتنين مغناطيس يبقى لهم في منهج سنغافورة موضحها كويس سنغافورة البلد الرئيس الجمهورية جاب لنا رئيسة أول مرة يجي في مصر جيه يقابل الرئيس السيسي وهو كان عاوزه يورينا المناهج بتاعيتهم يعني الرئيس كان حارس جدا أول رئيس يفكر ان سنغافورة متقدمة علمية وجاب عشان نشوف الفيزياء فيها متقدمة ازاي ده مغناطيس قادي تخطيط المجال بالبصل تعالى بقى لو كان مغناطيسين الاس وان مقريبين من بعض يبقى شكل المجال لهم ازاي خطوط الفيت بتخرج من ان تروح الاس بعضها يمشي كده وبعضها يمشي هنا حسب القرب الان والاس وشدة المغناطيس طب لو ان وان كده يبرطت التعادل هنا شحان قابلنا طب لو المغناطيسين كده n و s و s و n شوف ال s قصاد ال s يبقى نقطة التعادل قصادهم هنا طب ال s وال n هنا وال s وال n هنا أنا أقولها بسرعة عشان تشوفها حتكون نقطة التعادل هنا في النص هنا شايف دي التخطيط المجال المغناطيسي للمغناطيسات مختلفة الشكل هاي ونعرفها ازاي نخطط المجال المغناطيسي ونعرف ازاي نقاط التعادل ودي طريقة الدلك إن هنا يبدأ إن يصر بالإس هنا يبدأ من أوله كده وممكن ندلكه باثنين كده وممكن نمغنط المغناطيس غير الدلك في طريقة تانية نجيب قطعة الحديد نحطها جوه ملف وندي له تيار مستمر مش متردد يديني هنا مجال والتيس غير تبصت أثر عليها بعد فترة تتمغنط مغناط مغناطيس مؤقت لكن ممكن مغناطها مغناطيس دائم بطرق مختلفة هل أديك سؤال غير تقليدي نشوفك تجاوبوا إزاي ده مغناطيس زي ما قلنا كده محطوط في مجال الأرض والأرض مجالها أهو اتجاهه نحو الشماء بأرض وبأرض تلاتة مل تسلا في نقطة هنا كانت كسفة الفضل كل عندها اتنين تسلا اتنين مل تسلا لما دورت المغناطيس مية ما قالش كان فين الشمال وفين الجنوب لما دور المغناطيس مية وتمانين درجة أصبحت تمانية ام تسلا يبا مجال المغناطيس هنا كام نفكر كده أولا الأرض الفوق تلاتة المحصيلة طلعت اتنين في الوضع ده يبا ممكن ده يكون إن بواحد جاي كده بواحد مهو المجال المغناطيس بيمشي منين كده من الشمال للجنوب يكون دهو إن يبا جاي كده يبا بواحد وهنا تأتي بواثنين نشوف بقى لما عكسه آه كان المجال بتاع المغناطيس نازل كده أصبح تمانية يبا معناها مجال المغناطيس طالح كده اهو حيبا إن هنا يبا تاني مرة إن هو مجاله كده مع الأرض وطلع تمانية يبا الأول كان مجال المغناطيس عكس الأرض وطلع المحصيلة اتنين تاني مرة مع الأرض بقوا تمانية يبا مجال المغناطيس كان خمسة يبا المجال بتاع المغناطيس تأثيره هنا خمسة تسلا خمسة ميلي تسلا ليه لأن خمسة جاي كده والأرض تلاتة كده يبا قبل يبا هنا اتنين تاني مرة بقى معاها مع الأرض بقى تمانية يبا إذن مجال المغناطيس في النقطة دي خمسة ميلي تسلا دي مسألة ونتفي بهذا القدر أبناءنا الطلبة و أبناءنا المدرسين الشباب أنا شرحت الحتة دي توسيع فيها شوية لسبب معين إن المغناطيس مش واخد حقها في الكتاب وعليها أسئلة فمحدش يقول أنت توسحت أنا مقلتش ده كله مقرر على الطلبة ولكن العلم ينتفع به وضحنا كده كويس جدا ماليش ده اللي انتحان ييجي فيها أو مجيش فيها اتمدد المنهج انكمش المنهج ده موضوع لازم يتشرح بعد كده نبدأ عنوان الفصل التاني التأثير المغناطيس للتيار الكهرباء وحمش فيه بمعدل عادي أسرع إن شاء الله ونحل فيه أسئلة ومسائل وإن شاء الله نحل من الوسام أسئلة ومسائل بس دي كانت مقدمة للمغناطية زي ما شرحت مقدمة الكهرباء في أول حصة قلت حاجات برضو كانت أوفر شوية وزيادة بدأت المغناطية فضحت حيطة كبيرة ومهمة جدا الطالب يعرف عن المغناطية عشان يربط المغناطية بالكهربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته